موسيقى السلام عليكم يا سيدي مريدك مصطفى جمال من جامعة الأزهر حضرتك في 2011 في ذكر الإسراء والمعراج تحدثت عن أن نرى الإشتراكية والعلمانية والليبرالية لماذا لا نتوجه إلى المنهج الصوفي؟ حضرتك كنت بتقول أنه لو واحد من كل عشر تلاف أوجد فكرة فكرة هذه قد تكون هي الأساس في بناء فكر المجتمع فإحنا زي ما حضرتك أكتبس من كلام حضرتك في النادوة يومها حضرتك قلت أننا لم نرى قط أحد قد خرج وهو يريد شراً من الصوفية ولا أحد كان مضلاً أو سبباً في الضلال من الصوفية وهؤلاء هم أطاروا البيت وطبعاً حضرتك سليل سيدنا الحسين ومن آل البيت يعني فلما لا توجه دائماً أنه يا شباب اتجهوا إلى الصوفية يا الله فأصحاب القرار أنه إحنا كأزهرية نحن نعرف مقدار أهل البيت نحن نعرف حق أصحاب المذهب الصوفي ومشايخنا ومشايخ مشايخنا لكن يعني عذراً يا شباب والله ما أقصد إساءة لكن دائماً الكثرة للتربيع والتعليم هما عندهم مش تصوف نادراً ما نظروا إلى العلم الديني فليه مثلاً ما ننتدبش عندهم المادة دي زي ما الدكتور أحمد عمر هاشم في نفس المحاضرة قال أنه استحدث عندهم مادة في كلية أصول الدين مادة التصوف شيخ عبد الحليم محمود أحدثها رحيم الله حقيقي هو قال كده في الندوة يعني ممكن يبقى جزء بسيط وأنوعي الناس لتزكية النفوس أنا آسف على الإطار لأنا قمت احترام لكونك أزهرين أنت اللي طرحت السؤال من الأزهر فلازم أقوم أزهر الشريف كلنا عالى عليه شوف يا سيدي في عدة نقاط كده بحاول أن يكون سريع فيها النقطة الأولى النقطة الأولى يا حبيبنا يا أزهري الرد النقطة الأولى المشكلة مش في إقناع الناس بصحة التصوف ولا بمحاولة إقناع الناس أن التصوف هو الحل للناس المشكلة فين التصوف أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها كثير من يرفعون كلمة تصوف ومعو كرنية تصوف لكن لما يروح السوق يشتري كيلو طماطم يتعامل بطريقة أسوأ الناس ما يتعامل بها فين التصوف كثير يروح الحضرة ويحضر الذكر والمجلس وعند أول بيع وشراء يبيع يعني يأكل مال النبي زي ما يقوله في مصر لا يبالي كثير فالمشكلة أنه عندنا في كثير من من انتماء إلى التصوف لا نقول من الصوفية كلمة صوفي هذه كلمة كبيرة من المتصوثة من المنتمي للتصوف لم يقدموا زمان كنا قبل خمسة سنين عشر سنين نحتاج إلى جدل كثير أيام الحملات المتسلفة الشديدة على الصوفية والدليل والرد والآية والحديث فاكر هذا خلاص ولا الناس أصلا تارك الدين ومش تارك السلفية ولا الإخوان الناس تبحث عن المتصوفي الحقيقي يعني تريد التصوف ينتشر كن صوفيا في كلامك في أخلاقك في حالتك القلبية في امتلاع باطنك بالرحمة بالخلق في محبة حتى المخالفة الذي نتحدث عنه الآن أو حتى الكافر أنا أحب الكفار أيوة أقولها بملء فمي أنا أحب الكفار فضلا أنا أحب الإخوان المسلمين وأحب الشيعة وأحب البوذيين وأحب الكفار ذو المسلمين طبعا وأحب السلفيين الوهابيين وكله وأكره ما أراه باطلا في أفعالهم وأفكارهم يا إخواني خلونا نتعلم هذا نحن لا نبغض الدوات الدوات فيها سر النفخة الإلهية نحن نحب الذوات التي نفخ الله فيها من روحه التي صنعها مولانا نكره الفكر المنحرف نكره التصرف الباطل أو قاتل من يقاتل من يهدد وطني أتقرب إلى الله بمقاتلة هذا الذي يعتدي على بلادي لكن قلبي يصان عن البغضاء نحن محتاجين هذا يقوم مع ملاحظة أن الصوفية ليس مذهب يا شباب لا أنت ما قصت هذا بس سبق لسان الصوفية ليس مذهب الصوفية منهج تربية مدارس تربية للنفوس مذاهب الصوفية هي نفس مذاهب أهل السنة الصوفية يا شافعي يا مالكي يا حنبلي يا حنفي وعقيدتهم عقيدة أهل السنة من الأشاعرة والماتوريدية وأهل الحديث هي نفس الفكرة لكن التربية مدارس في التربية لهذا المسألة مش أنه مش كيف نقول للناس احترموا الصوفية وحبوهم وكونوا معاهم وذول ناس كويسين وكيوت كيوت لا هي المسألة أن يعامل الناس فيجدونه الصوفي زي من؟ زي المزارع اللي الغلى عنده ما تكاد تكفيه هو وأولاده ومع ذلك لما يحصدها يعطي الجارته اللي تربي أيتام تحت يدهم ويقول لولاده ما عليش نبات نص شبعانين وهي تبات نص شبعانة وما تباتش جاعة هذا متصوف هذا صوفي الصوفي اللي اللي قتلوا ابنه في معركة التار ورح وجاب الناس اللي في التار في الصعيد ولا في بحري وجاب الناس اللي قتلوا ابنه وقدامه ولاد عمه وقال أنا عفوت عشان ما يستمر مسلسل التار هذا صوفي هذا آثر الله على نفسه صوفي اللي عنده تجارة كبيرة وفيها ملايين بل عشرات الملايين بل مئات الملايين بس سواء عنده حصولها وفقدها إذا المسألة حلال وحرام إذا جاء في صفقة وفيها شبهة يتركها لو كانت بتجيب له مئة مليون هذا صوفي يترك لله كانوا يقولون لأن تترك درهما من شبهة خير من أن تنفق مئة ألف درهم في سبيل الله لترك درهم من شبهة خير من إنفاق مئة ألف درهم في سبيل الله هذا الصوفي الذي نحتاجه أما الجزء الأخير من كلامك أنه ينبغى أن تدريس أن يدرس معنى التزكية أنا معك في هذا فضل